سبحانك يا لا إله إلا أن لا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب سبحانك سبحانك يا لا إله إلا أن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج تجليات فقهية نجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم التي ترد إلينا عبر الاتصال مباشرة بهواتف البرنامج والظاهرة أسفل الشاشة وإلى حين ورود اتصالاتكم إلينا نقرأ عليكم بعض الرسائل التي وردتنا من المشاهدين الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها هذا السؤال من الأخ مصطفى يقول فيه السلام عليكم أنا بعض الأحيان أصوم وأيضا في صيام رمضان ما هو الشيء الأكثر استحبابا الإفطار على التمر أو الإفطار على الماء كما ورد عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام في الخبر في استحباب الإفطار على التمر إنه واحد يأخذ تمراية خصوصا التمر مو غير مثلا من الفواكه أو الأشياء الحلوية مثلا لا في خصوص التمر أنه يأخذ تمرا ويفطر بها إن لم يجد التمر نعم يفطر على الماء الأكثر استحبابا هو التمر كما في الروايات سؤال أيضا من الأخ دانيال أو هذا هو اسمه يقول أمس من أذن المغرب وصليت بالنية مال صلاة نويتها صلاة العشاء يعني قدمت العشاء على صلاة المغرب يقول هل فيها إشكال نعم إذا كان ذلك عن وعي وعامد يعني أنت كنت مدرك يعني متوجه إلى أنه هاي صلاة العشاء مو غيرها ما كنت مثلا ناسي أو ساهي أو غافل وإنما متيقظ واعي ومتعمد أنه صليت العشاء قبل المغرب هذا باطل المفروض أنه صلي المغرب ثم تصلي العشاء لأن الترتيب في الصلوات واجب فلابد أنه الصلي صلاة المغرب ثم بعد ذلك الصلي صلاة العشاء هذا هو الترتيب مالتها وإن صليت هكذا فلابد أن تعيد أن تعيد هذه الصلوات نعم أيضا من الأخ رسالة من الأخ إبراهيم يقول في رسالته ما حكم أكل الكافيار بل الكافيار هو بيض السمك بس مو أي سمك هناك سمك معروفة يعني هذه السمكة تعيش في بحيرة قزوين البحيرة المعروفة المغلقة ولا توجد في مكان آخر نعم أخذت يعني من هذه البحيرة وربيت مثلا في مكان آخر مثلا من الأرض في دول أخرى بس هو موطنها الأصلي هو هذا بحر قزوين وبيض السمك سمك أظنه اسم سمك الحفش إذا هذه السمك بخصوصها بيضها يسمى بالكافيار مو أي بيض يعني إحنا هنا مثلا في العراق وفي مواطننا هذه بيض السمك الآخر غير هذا السمك نسميه مثلا على سبيل المثال ثرب مثلا أو بيض السمك بعض الأحيان نسميه بهذه التسمية بس التسمية المشهورة عندنا هو الثرب مو هذا اللي يعتبر كافيار الكافيار خصوص هذه السمكة وتكون بيضتها كبيرة يعني مو مثل الثرب السمك العادي لا هذه الوحدة من عندها تكون كبيرة شبيهة بالدعبلة مثلا هذه الموجودة عند الأطفال على الحجم مالتها وربما يعني أقل قليلا من حيث الحجم ولونها أسود لون أسود هناك ألوان أخرى أحمر أو أصبر ولكن اللون الغالب على الكافيار هو اللون الأسود حلية الكافيار من حرمته هذا يرجع إلى حلية السمكة إذا كانت السمكة حلال فالكافيار هذا حلال زين شنو الفرق احنا عدنا شنو السمكة الحلال الذي لديه فلس اللي هي القشور إذا كان السمك فيه قشور فلس هذا حلال ولابد أنه يخرج من الماء حيا ويموت خارج الماء في هذه الحالة هي التذكية مالتها تذكيته خروجه من الماء حيا بس طبعا من خروجه وحده لابد أن يكون يد صائد أو يد الصائدة أو الصياد هو اللي يطلع هذه السمكة من الماء وتموت خارجا حتى في سبيل تكون مذكات ولحمها حلال وأيضا بيضها حلال وكل الشيء فيها حلال جائز أكله أما إذا ماتت في الماء فهي ميت أو خرجت من نفسها هي طفرة من الماء وصارت على الأرض مثلا وماتت هذه أيضا لا يجوز أكلها وكذلك بيضها وكل شيء متعلق بها يكون حراما غير جائز أكلها هذه هذه بالنسبة إلى حكم أكل الكافيار كما قلنا لكم زي نحب أن ننوه للمشاهدين الكرام إلى أن هواتف البرنامج والظاهرة أسفل الشاشة متاحة للاتصال مباشرة والسؤال والإجابة أيضا مباشرة على السؤال عدنا الأخ أثيل يقول برسالته السلام عليكم يقول بعض ما يحدث بين الجنسين فيها إشكالات شرعية كالضحك وغيره على مواقع التواصل هل يجب نهيهم عن المنكر أم لا طبعا قبل لا ننطي الحكم أنه هل يجب نهيهم عن المنكر أم لا هناك مقدمة المقدمة الأولى تخص نفس اللي يتعاطون التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان بين ذكر وأنثى فلابد أن يكون بينهم احتشام والمقصود بالاحتشام يعني بالنسبة للمرأة أن تلبس تمام ثيابها حجابها ما يخرج من عذها إلا ما أجازه الله سبحانه وتعالى اللي هو قرص الوجه ولربما حتى هذا المتدين أو المتدينة المفروض بها حتى الوجه تغطي حتى وإن كان هو جائز اتخاذ الصداقات على مواقع التواصل الاجتماعي هذه مصائد الشيطان الشيطان يدخل للإنسان من خلال هذه المصائد فلابد للبنت وللولد المتدينان أن لا يتخذ بعضهما مع بعض أصدقاء أو أخدان الله سبحانه وتعالى منع من ذلك هذه اثنين ونعم لربما التواصل عبر مواقع التواصل لأجل شيء علمي لأجل دراسة لأجل مثلا مباحثة مناظرة هذا جائز ولكن بحدود مو مطلقا مو مفتوحة جائز ولكن بحدود والحدود اللي ذكرناها من الاحتشام ولبس الحجاب والغض البصار إلى آخره من الأمور التي لابد منها حينما يتحدث ذكر وأنثى أجنبيان عن بعضهما يعني ما بيناتهم مثلا حرمة ولا بيناتهم فالعلاقة معينة أجنبيان فلابد من أخذ الحذر وأخذ الاحتياط في مثل هذه الأمور هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية غير الحجاب والاحتشام وغيرها مسألة التصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي والضحك أو مثلا إلقاء النكت أو بعض هذه الأمور التي تعد لدى العرف ولدى العقلاء من التوافه أشياء تافهة يعني يلقي الرجل مثلا نكتة البنت تضحك عليها بالعكس البنت مثلا تنطي نكتة أو موقف والولد يضحك على ذلك ذن الأمور أشياء تافهة لابد أنه الإنسان ما يصرف وقته وجهده على الأشياء التافهة الأفضل إلى أنه يروح يزداد علم يقرأ يتثقف يثقف الناس هذه الأشياء التي يمكن أن يفعلها الإنسان الشاب الشاب هذه أفضل على الأقل لو واحد مثلا تعاطى مثل هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك يحص الأجر على الأقل أفضل مما أن يتناول الأشياء التافهة في حديثه مثل إلقاء النكت والضحك عليها أو المسامرة أو الأشياء المحرمات الأخرى مثل الغناء والموسيقى وغيرها هذه إيصال العلم يكون أفضل من كل هذا هاي المقدمة الثانية أما الحكم يا صاحب السؤال الأخ أثير يقول شنو الحكم هل يجب نهيهم عن المنكر أم لا إذا كنت يعني صاحب السؤال تعرف مواطن المعروف وتعرف مواطن المنكر وكنت قادرا على النهي عن المنكر والأمر بالمعروف وتحرز أن المقابل يستمع عليك وينتهي إذا نهيته ويأتمر إذا أمرته نعم يكون عليك واجبا كفائيا أما إذا كانت هذه الشروط غير متوفرة لا مواجب عليك أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر هذا بخصوص السؤال الأخ أثيل سؤال علي الأخ علي يقول أهلي ما يخمسون ويشترون لي ملابس هل علي أن أخمسها يعني الملابس اللي يشترون هي نعم بالشروط العام يا أخ علي إذا كنت أنت الشروط العام متوفرة لديك وهي العقل والاختيار والبلوغ خصوصا البلوغ حتى تكون مكلف وإذا كنت مكلفا يعني كل فروع مكلف بها بما فيها التخميس فهذه الشروط العام إذا متوفرة عندك نعم يجب عليك تخميس هذه الملابس إذا كنت أنت متيقنا أن الأهل سواء الآب أو الأم أو الأخ الكبير مثلا لا يقوم بهذه المهمة وهي مهمة التخميس حينئذ يجب عليك أنت أن تخمس الملابس اللي يشتروا لك إياها زين أمير عنده سؤال أيضا سؤال يقول أنا كررت في الركعة الثالثة التسبيحات أربع مرات هل فيها إشكال يقصد طبعا التسبيحات في الركعة الثالثة الأخ أمير يعني التسبيحة الكبرى في أن يقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه اللي يسموها التسبيحة الكبرى هذه فصلة تقرأ في الركعة الثانية العفو في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة هذن الركعتين الركعة الثالثة والركعة الرابعة يكون فيها التسبيحة زين إشقد يقرأ الواجب أن يقرأها مرة واحدة هذا الواجب ويستحب أن يكررها ثلاثة مرات يعني تكون الواجبة وحدة من ذن الثلاثة اللي يقراهن استحباب أن يكرر التسبيحة ثلاث مرات وأغلب المصلين بل كل المصلين يقرأ التسبيحة ثلاث مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه هي التسبيحة أما إذا كررها يعني رابعة وهو متعمد يعلم بالحكم ومتعمد في هذه الحالة بطلت صلاته صلاة باطلة ولازم يعيدها من البداية أما إذا لم يكن متعمدا بأن كان مثلا ناسيا ساهيا غافلا يعلم أو لا يعلم بالحكم مع ذن الثلاثة أشياء الغافل الناسي الساهي أو يعلم بالحكم ولكن عفل لا يعلم بالحكم وأتى بها متعمدا هذه أيضا لا جرام عليه ولا بأس عليه ولا إشكال أو لا مثلا قال ثلاث مرات التسبيحة وأعاد إحداها لأجل التضبيط مثلا كثير من الناس يفعلون ذلك يعني يحس أنه ما قال التسبيحة بالشكل الصحيح أو بالحركات الصحيحة فيجيب وحدة مضبوطة حتى في سبيل يتأكد أنه قد قرأها بالشكل الملائم وبالشكل الصحيح ويخرج من عهدتها مثلا من القبيل هذا زين في هذه الحالة شنو هذه لا إشكال فيها الإشكال وكل الإشكال وين فقط فيما لو كان يعلم بالحكم ومع ذلك تعمدا أتى بالرابعة يعني جاء بالتسبيحة الكبرى أربع مرات وليست ثلاثة في هذه الحالة تكون صلاة مبطلة فيها إشكال ومبطلة أما في الصور الأخرى اللي ذكرتها لا لا تكون مبطلة ولا غبار عليه ولا إشكال نعم في نهاية الصلاة يسجد سجدتي السهو و بشيء بشيء يذكر سجدتي السهو هنا أن يهوي إلى السجود بدون تكبيرة ما فيها تكبيرة إحرام ويقول بسم الله وبالله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يعتدل ثم يسجد بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يعتدل ويتشهد ويسلم مرة واحدة وينتهي هذه سجدتي السهو سجدتي السهو لماذا نقول لازم تسجد سجدتي السهو لأنه قد زاد في التسبيحات هي يكون مرة واحدة ويستحب ثلاث مرات وهو جاب وحدة رابعة مثلا زين بالصور التي ذكرتها واللي ما بها اشكال اما ذيك التعمد لا ذيك مبطلة لصلاة يلازم يكون يعيد اما الصور الاخرى في صورة النسيان الغفلة عدم الحكم الاخر لا هنا يسجد سجدتي السهو لأن سجدتي السهو مشرعة لكل زيادة ونقيصة في الصلاة اللي تكون فيها غير مبطلة لا ايضا اه بل عدنا الاخ علي يقول في سؤاله بعض المرات اضرب اختي الصغيرة ضربة واحدة للتأديب مثلا وانا اكبر منها بسبوط عسنة هل علي شيء التأديب نعم بالامكان يعني واحد نقول انه للتأديب ممكن مثلا الزجر انه الضربة الخفيفة للتأديب لا بأس بها ولكن من قبل الاب من قبل الام الاخ المدرك لمواطن الخطأ والتربية حتى وان كنت انت اكبر من عدها بسبوط عسنة مو انت وليها انت مو ولي هذه البنت وليها هو ابوها مثلا امها مثلا اذا في بعض المواطن مواطن التربية والتعليم وغير ذلك هما الاب والام لهم الحق مثلا يضربون ابنائهم للتأديب والضربة للتأديب مو ضربة بحيث يحمر المكان او يزرق او يسود لان هذا عليها دية اذا سواء للتأديب او غير او مو للتأديب هذا اذا حمر المكان او ازرق او سود في هذه الحالة اكو دية عليها وديتها موجودة في الرسائل العملية ومقدارها ومقدارها ايضا صيرفيا لان هو في الدينار الذهب دينار ذهب نص دينار ذهب ودينار ذهب ودينار ونص ذهب هذا الى مقدار صيرفي حتى تعرف مثلا ايش قد يكون بالمبلغ ويعطى هذا من الضارب الى ولي الامر اما اذا كان ولي الامر هو الضارب فهذا يحفظ للبنت الى حين ان تكبر لان هي الدي التي يعطى لها او للام مثلا اذا كانت الاب هو الضارب والام يعطى للام والام مثلا اذا هي الضارب تعطى للاب اذا هما تعطى هذه الدية وتخرج الى ان مثلا صير مكلفة يقول لهذه دية احنا ضربناه اليوم من الايام وازرق البكان وهذه ديتها الدية تعطى للولي او للشخص المضروب اذا كان بحسب الشروط العامة عاقلا بالغا مكلفا في هذه الحالة تعطى له الزين اخوة الثناء ثناء تقول في سؤالها تقول السلام عليكم ما حكم الدراسة على فيديوهات تنشر من قبل بعض الطلبة على مواقع التواصل وهذه الفيديوهات هؤلاء الطلبة دافعين ثمنها بمبلغ مادي والاستاذ اللي يحاضر هو اللي طلب هذا المبلغ المادي وهو مطوئي لكن الاستاذ اللي حاضر في هذا الفيديو امخلي عليهم شرط او ذمة كما هي تقول انه لا ينشر هذا الفيديو الا فقط الدافعين لهذه الاموال لثمن هذا الفيديو تقول اخوة ثناء انه هؤلاء الطلبة يقولون احنا مشترينا وصار ملكنا ولنا الحق ان نتصرف به ما نشاء ونعطيه الى من نريد سؤالها نقول شنو الحكم الدراسة على هذه المحاضرات والفيديوهات حلال ام حرام نعم اه الشرط المستساغ والمقصود بالمستساغ شنو يعني مستساغ شرعا وعرفا الشرط المستساغ شرعا وعرفا اه في هذه الحالة المشتري ينبغي عليه ان يفي بهذا الشرط وان لا يكون العقد عقد الشراء باطل اما اذا لم يكن مستساغا فله المشتري له ان لا يفي بذلك الشرط يعني هذا الشرط مثلا شرعا وعرفا يكون غير مستساغ المشتري يقول انا مواجب علي ان افي بهذا الشرط وان كان اكو عندنا قاعدة عامة تقول المؤمنون عند شروطهم يعني الشروط لابد ان تكون لازمة ويلتزم بها الطرفان البائع والمشتري وخصوصا اذا البائع وضع شرطا على المشتري المشتري يلتزم هذا هذا الشرط احنا نسميه لازم هذا اذا البائع وضعه وعلى اساسه يبطل العقد اذا لم يلتزم به المشتري اما اذا كان البائع وضع هذا الشرط ولم يجعله متعلقا ببطلان العقد يعني فقط يقول انا ما ابرد ذم مثلا للي ينشر هذا لا يعتبر شرطا هذا يقول انا ما ابرد ذم للي ينشر يعني يمنع ويزجر بواسطة مسألة بواسطة كلمة ابراء الذم مثلا او ما ابرد ذم خش في هذه الحالة هذا ليس شرطا لان الشرط لابد ان يكون واضح ومثبت بالعقد واذا لم يلتزم به يبطل العقد ويرجع الفيديو هذا الى صاحبه وترجع الفلوس هذه الى المشتري هكذا هو عدم الايفاء بالشروط يكون هذا هو الحل وإلا لم يكون هكذا هو الحل لكان كل شرط ممكن ان يوضع في عقد البيع يعد لغوا هيج يعني ما الى اي اعتبار فالأثر من وضع الشروط انه يكون مفطل لعقد البيع فرح تنسلب ملكيتك عن هذا الشيء زين ان كان الشرط من هذا القبيل فذول الطلاب لابد انه يلتزمون واذا ما التزم ويبطل العقد اما اذا كان من قبيل ابراع الذمة يعني الدكتور او البحاضر او البائع قال انا لا تنشروا لانه انا ما ابر الذمة اللي نشره فقط ولم يجعل هذا شرطا في العقد داخل العقد لازم للعقد لم يجعله هكذا نعم في هذه الحالة المشتري اللي هم هنان الطلاب صار ملكهم هذا الفيديو ولهم ان يبيعوه او يعطوه مثلا على نحو المنحة على نحو الهدية على نحو الاخلاء العام يقول له هكذا الفيديو العطاء العطاء بدون مقابل يعني مثلا لهم ذلك هذا لم يكن شنو الشرط لازم وقد مثلنا له بهذا المثال هذا الامور ينطبق على كل البيع والشراء اللي يكون فيه شروط نضرب مثال على شرط الغير شرعي مثلا غير مستساغ شرعا مثلا اللي هو رائج بين النساء حينما تريد تعقد قبل العقيد تقول أنا عندي شرط يكون ما يزواج علي والرجل يقول نعم ما يخالف أنا أقبل هذا الشرط ثم بعد ذلك يعقدان العقد خالي من هذا الشرط يعني ما تقول مثلا زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا مثلا وبالشرط الكذائي هذا ما مذكر بالعقد ما ذكرته أصلا ذكرته قبل ذلك هنا الفقهاء يقولون يستحب الإفاء مواجب وإذا أخل بذلك وراح الزوج ما رح يبطل هذا العقد ما رح يبطل كل الفقهاء يقولون بذلك ليش لأنه حينما شرطت وقالت لا تتزوج يعني من عت من حق شرعي والشرعي يقول أنه لك مثلا الزواج بالثانية والثالث والرابعة هذا المنع يعتبر غير شرعي وبما أنه شرط خارج العقد وليس داقل العقد فلا يجب الإفاء به مواجب الإفاء به ولا يبطل عقدهما لكن لو عكسنا المسألة وأنه شرط في العقد لازم فإذا أخلى به بطل هذا العقد إذا بطل هذا العقد لازم يعقد من جديد وإذا عقد من جديد لازم يمهر أيضا من جديد والعقد الجديد الذي يسوى على أمرأة أخرى يكون باطل أيضا وهكذا هذا أيضا في كثير من الأشياء التي تباع وتشترى في السوق في السوق كذلك إذا اشترط أحدهم شرطا داخل البيع نعم إبراهيم يقول السلام عليكم هل خروج الريح مبطل للوضوء أم غير مبطل نعم خروج الريح من مبطلات الوضوء و يعني بالإضافة إلى خروج البول والغائط من السبيلين وخروج الريح والنوم الغالب على الحاستين وما في حكمه مثل السكر والإغماء مثلا وما في حكم الإغماء من الصرع وغيرها كل هذا يعد مبطلا للوضوء لازم يكون يعيد الوضوء من البداية من جديد نزيل سؤال ما مذكور اسم السائل ولكن يقول فيه سؤال هو عدة على ثلاث أسئلة السؤال الأول يقول أنا أقرأ قرآن بس بدون صوت بس أحرك شفتي هم يعتبر قارئ قرآن نعم القراءة سوى كانت بالصوت أو بغير الصوت هذا الحشي خارج الصلاة يعني يقرأ قرآن فقط مو في الصلاة في الصلاة لا بد من إخراج الصوت بالصبح وفي صلاة الصبح والمغرب قول جهرا لازم جوهر الصوت يطلع بحيث يسمع من يعني من الخارج المقصود من الخارج يعني أكو واحد مثلا موجود إلى جنبه بقريب أم بعيد يسمع جوهر الصوت مو الفحيح هذا يسمى بالإخفات الإخفات جوهر الصوت ما موجود بس القراءة موجودة وصوت الفحيح موجود يصير ببحة مثلا هذه جوهر الصوت ما موجود بها ويسمى بالإخفات هذا في الصلاة أما خارج الصلاة يعني واحد يقرأ قرآن فاتح القرآن قدامه وقاعد وقاعد يقرأ قرآن هو إذا يختار مثلا إما من البداية أو إلى مثلا المكان اللي يوصل إلى أو يختار صورة مثلا من الصور وإذا يقراها سواء قرآها جهرا أو قرآها إخفاتا أو قرآها بقلبة أو حرك شفتيه فقط من دون حتى هواء فقط بس يحرك شفتيه يعني مو إلا إخفات هذا الفحيح الصوت الفحيح اللي يطلع أثناء الكلام لا حتى هذا هم ما موجود فقط تحريك الشفاء كل هذا يعد قراءة هذا كله يعد قراءة ولا إشكال فيه نعم في قراءة القرآن يستحب أو إذا كان ما متبكد يعني من القراءة أن يقول في نيته أقرأ للتعلم لأجل التعلم حتى لا يكون عليه إشكال من جهة من جهة مثلا الخطأ حتى لا يكون خطأ عمدي أنه قد أخطأ عمدا لأنه مثلا لابد أنه يقرأ بالحركات والسكنات والقراءة الصحيحة لأنه إذا أخطأ هذا إشكال عليه بل حرام فعليه إذا قال بنيته أنا أقرأ لأجل التعلم فإذا أخطأ ثم عاد و صحح الخطأ ثم أخطأ مثلا مرة أخرى لا يعد ذلك من باب التحريف مثلا مرة أخطأ زي سؤال الآخر أيضا لنفس الشخص الذي دز هذه الأسئلة هو رقم اثنين يقول شفت شخص إذا 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 شفت شخص يسب أهل البيت عليهم السلام يصير أقول لعنة الله عليك بالدنيا والآخرة نعم يستحق اللعنة إذا واحد يسب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نعم هذا شخص يستحق اللعنة وفنقول لعنة الله عليه مثلا هذا شيء جائز نعم زين السؤال الآخر السؤال الثالث للأخت تقول التدخين يفطر طبعا أي المسألة خلافية بعض الفقهاء يقول نعم التدخين من المفطرات وبعضهم يقول لا التدخين ليس من المفطرات فكل واحد بعد ذلك بحسب تقليده يرجع بحسب المرجع الذي يقلده في هذه المسألة نعم سؤال أيضا من أحد الأخوان ما ذاكر اسمه في الرسالة يقول يجوز أن أقول أستغفر الله وأتوب إليك بدل من أستغفر الله ربي وأتوب إليك لو هن ذن نفس الشيء لو لا هذا السؤال أو أقول فقط أستغفر الله مثلا كل هذه التي ذكرتها يا أخ صاحب الرسالة كل هذه تعد استغفارا سواء قلت أستغفر الله وأتوب إليك أو أستغفر الله ربي وأتوب إليك أو قلت أستغفر الله نفس الشيء كل هذه العبارات تعد عبارة واحدة وهي طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى هذا سواء قلت الصيغة الأولى أو الصيغة الثانية أو الصيغة الثالثة على السواء ماكو بيناتهم يعني فرق الأخ إبراهيم إبراهيم محمد يقول ما حكم أكلي سمك الزودي أكل السمك الزودي هذا طبعا من الأسماك البحرية وأيضا منها نهرية يعني تعيش في المياه الحلوة ولكن الأغلب بالزودي إنه من الأسماك البحرية وهذه فيها قشور فيها فلس ونحن قلنا في مسألة أكل السمك من أنه يحل أكل السمك الذي فيه قشور أما السمك الذي ليس فيه قشور لا يحل أكله مو حلال أكل الزودي الشيء بشيء يذكر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنا شفت بعض الأخوان المؤمنين الشيعة منهم يبيعون سمك اسم الكوسج أو ما يصطلح عليه بالقرش سمك القرش هذا أساسا محرم أكله إذا محرم أكله يجوز أنه أبيعه نعم يقول أنا ما أكله بس أبيعه إذا صدت هذا واحد سمك آخر أيضا ليس فيه قشور والذي يسمى ب بل الجري لا يؤكل الجري لأنه ليس فيه قشور حرام أكله وعليه مثلا أكو سماتش شيعي يقلد وعندما أرجع يقلد يقول أنا ما أكله بس أبيعه يعني يجيبوا لي يا الصياد أو أنا صيده وأبيعه إلى من يستحل مثلا هذا حلال أم حرام هذا حرام والفلوس اللي تجي من من هاي الجهة إن كنت تعلم بالحرمة ومع ذلك بعته فهذه سحت والسحت الأموال اللي فيها حرام بل مغلظة الحرمة فما يجوز لك أنه أنت تبيع الجري وتأخذ الفلوس أو تبيع سمك القرش وتأخذ فلوس حتى وإن كنت أنت أو غيرك ما تأكله بيعه أيضا حرام نعم فلو كان موجود عندك العقلاء يقولون سعلى الأقل هذا مال إذا أنا شلت ببيته بالزبالة عرفان عقلائيان هذا غير جائس مشرعا عقلائيا من ناحية العرفية يقولون أكو واحد يشيل فلوس يذبهن بالشاط أو يذبهن بالزبالة نعم في هذه الحالة إذا كان يده عليها اللي يجي يطي فلوس لرفع اليد عن هذه السمكة المحرمة مو يبيحة وإنما لقاء رفع إيده عن هذه السمكة سؤال أيضا من الأخ قيس يقول ابن الزنا أو هو ذاكره بلفظة طبعا شعبية ابن الزنا الذي يولد بطريقة غير شرعية يمكن أن يعني يسير هو يقول مثلا يمشي يسير في خط التدين ويصبح عالم دين نعم ممكن أن يكون تربيط جيد ومتدين بل متقي بل ربما يكون أكثر تقوة من الجميع ومتدين إلى هذا ممكن جدا ويدخل الجنة إذا مات كذلك ولا إشكال فيه كل ما هناك إنه من جهة شرعية إنه ميجوز لكن نصلي ورا ليش لأن هو فاقد شرط من الشروط وهذه يعني مسألة عادية وما بها أي إشكال فما يصير واحد يعتبر مثلا هذا ابن زنان يعتبر شخص مزين لا إذا كان إنسان متدين في عبادته في معاملاته بل إنسان متقي بل ربما واصل إلى العدالة إلى أن يكون بمستوى مرجع التقليد إلا أنه لا يقلد لأن هذه من شروط التقليد أن يكون ابن صحيح ومن شروط صلاة الجماعة أن يكون ابن صحيح لكن بإمكانها أن يكون غير ذن الأمرين بإمكانها أن يكون كل شيء بإمكانها أن يكون حاكم وبإمكانها أن يكون إنسان متدين وبإمكانها أن يزوج يعني ولا إشكال فيه أبدا بل ربما إذا وصل إلى مراحل كبيرة من العدالة لربما هو يدخل الجنة قبل أي إنسان آخر احنا وصلنا إلى ختام وقت البرنامج إن شاء الله نلتقي معكم في يوم الأربعاء القادم بنفس هذا التوقيت إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك سبحانك يا لا إله إلا ألا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب سبحانك سبحانك يا لا إله إلا